باتريك جورج ميشيل زاكي سليمان باتريك جورج ميشيل زاكي سليمان الاسم ده ظهر بقاله يومين شاب مصري شمال سافر ايطاليا يعمل دراسات ماجستير على الناس الشمال ايه هو الشمال يعني شاز مثلي جنسي يعني هم بره بقولوا ايه والناس بتحذرني بتقول ايه وعطي غلط في الشواز ليه يا عم قالك ده غلط فانا مش هغلط في الشواز انا بقول لكم بس بعرفكم مين يعني شواز يعني ناس مثلية جنسية يعني راجل بيعيش مع راجل او بتجوز راجل وست بتعيش مع ستة الجوز ستة ده اسمها المثلية الجنسية او مجتمع المين بيسموه الولد اسمه باتريك جورج ميشيل زاكي سليمان مصري سافر ايطاليا في جامعة اسمها اسمها سروط الاخ سروط اسمها جامعة ايه جامعة بولونيا جامعة بولونيا راح يعمل ماجستير في المثلية الجنسية بيعمل ماجستير بتاعه دراساته في المثلية الجنسية او الشزوز الجنسي ده الموضوع الرسالة بتاعته الكلام ده مش من عندي مش بقول والله مش اصدي يعني مش بسخف بقول حقائق وانا عشان اتحذرت ان انا ما اتكلمش على الجماعة الشواز والمثلية الجنسية وغيره وانا بقول بقول الناس عندي في الاعداد حذروني طبعا يعني سروط ده بزاة حذرني قال لي اوعى لان سروط ده على ثقافة اوروبية جامدة جدا وخاصة ايطالية قال لي خد بالك بره الحاجات دي عادة فانت يا عم ما تبقاش فلاح وتقول لي شواز وتقول لي مؤخرة ومقدمة وغيره الناس دي لا احترامها بره طبعا حذر يا سروط فانا باحترم الناس دي خلاص بس انا بقول للشعب المصري مين هو باتريك جورج ميشيل زاكي سليمان شاب مصري طلع بره يعمل دراسة ماجستير في جامعة بولونيا الايطالية وبيعمل الدراسة بتاعته في المثلية الجنسية خلاص انا قلت الكلام ده اكتر مرة فمشعيده تاني الولد على علاقة وطيدة او علاقة مؤسسية مع المنظمة بتاعت اسموه ابراهيم الراجل بتاع الشوزوز اللي في مصر اسموه ايه اعصام بهجت حسام بهجت اسموه ايه حسام بهجت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فيه حاجة عندنا مؤسسة في نصر اسمها المبادرة الشخصية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مين اللي مأسس هذه المبادرة ورئيسها مين واحد اسموه حسام بهجت ايضا يدافع عن المثلية الجنسية وكان من ضمن الداعمين له خالد ابو الناجل الكلام اللي بقوله على فكرة مش بقلف كلام عشان يعني اقول الناس دي وحشة والله العظيم ثلاثة كل كلمة بقولها كلمة موثقة وانا حتى عاجز حتى في الكلام ماسك نفسي لان قالولي ما تعملش تقول انه هم لما اخذش مال يعني فانا موم الشمال رأي حاجة دول بتعمس ليه جنسي خلص يعني انا اقر بما قاله لي زملائي الولد راح يدرس هذا كلام برا في جامعة بلونيا الايطالية وشغال برا مع البؤر اللي برا بيعمل حاجة واحدة بس بيشتم في الدولة المصرية بيهاجم الدولة المصرية بيحرد ضد الدولة المصرية بيدعو لقلب نظام الحكم من خلال الدعوة لتظاهرات وثورات من خارج البلاد خاصة في شهر تمانية وتسعة وعشرة اللي فاته هو موجود فين؟ موجود في ايطاليا الولد عمل اللي عمله وفيه بلاغات كتير متقدمة ضده وفيه متابعة دقيقة لتحريض باتريك جورجي ميشيل زاكي سليمان على الدولة المصرية والجيش المصري واهنته لمؤسسات الدولة ورئيس الدولة خلال تغريداته وبستاته ومقالاته واجتماعاته مع كوادر موجودة في ايطاليا ضد الدولة المصرية منهم اخوان ومنهم منظمات مجتمع مدني بتأمل لحساب الاخوان بالتمويل من قطر ده كله ثابت كله ثابت الوقت جهة اول مبارح جاي على مصر جاي يعمل ايه؟ مش عارفين جاي يوم الجمعة جاي يعمل ايه في مصر الله اعلم انا مش عايز اصطرق الاحداث لكن هو بيقوله جاي بيقوله جاي اجازة اجازة زي فاكرين عمر اسمه عمر ايه؟ عمر الديب لما قاله ده جاي اجازة وموته وصفو فاكر وطلع في الاخر عمر ده البغدادي بينعيه انا مش هقوله على باتريك انه هو اخواني ولا باتريك انه هو باتريك ضد الدولة المصرية ضد الدولة المصرية والتقط اراضته مع عارضة الاخوان واراضة منظومات المجتمع المدني فاشتغل في هذا السياق باتريك لما جيه مصر يوم الجمعة تم توقيفه في المطار من اللي وقفه؟ رجال الداخلي اللي هم رجال الامن الوطني وقفوا بمزاجهم يعني الراجل بتاع الداخلية الزابط سين صدعين راح كده شاف باتريك لوحده كده قال له تعالى مسكوا من افاه لأ طبعا عنده مذكرة من النيابة العامة المصرية النيابة العامة المصرية مذكرة توقيف مذكرة توقيف في معلومات وتحريات عن الولد بره وجوه وهو جاي من مطار لو سمحت اتفضل خليك على جنب ايه الموضوع؟ انت عايزينك شوي عايزينك شوي بايه؟ بقرار من النيابة العامة وتم ترحيله الى مسقط رأسه اللي هو المنصورة وصدر قرار نائب العام بحبسه 15 يوم على زمة التحقيقات في القضايا في التهم الموجهة اليه اللي هو الدعوة الى تظاهرات بخلاف القانون الدعوة الى الهجوم على مؤسسات الدولة والدعوة لقلب نظام الحكم من خلال الدعوة لمظاهرات وتظاهرات وثورات من الخارج تهم موجودة اليه النيابة العامة قالت هتونا الرجل ده بيتحقق معه دلوقتي فين؟ في النيابة العامة محبوس بقرار من مين؟ من النيابة العامة يعني الاجراء ده يامتعلمين يابتوع المدارس يابتوع الجزيرة وابتوع فرنسا 24 وابتوع ديتشيفيلا وابتوع مش عارف ايه؟ كل ده ايه؟ وفقا لحاجة اسمها القانون في حاجة اسمها نيابة عامة النيابة العامة والقانون اتاح للدولة انه يتطبط امال مين اللي بيخش ومين الجواسيس ومين بيخشه ازاي؟ بيخشه لان الناس بيقشف شغلها لما الناس يشوفوا شغلهم اقول لهم متشكرين يا امن وطني متشكرين يا نيابة عامة وخلينا نشوف البلد بلد مش وكالة من غير مواب ده بلد لها منافذ وبلد لها صحاب وبلد لها ناس بتخاف عليها تعالوا بقى نشوف تاني يوم الجمعة بالزبط قالوا انه ده الحق ايه يا عام مصر بتقبض على مواطن ايطالي اول حاجة ايه يا عام قالك ايطالي من اصل مصري بيدرس ماجستير في ايطاليا والامن الوطني ابض عليه بشكل يعني تعسفي واختفى مش عارفينه فين فجئنا به خالد علي ظهر بعد غياب طويل وقال اختفاء باتريك جورج ميشيل زاكي سليمان والامن الوطني خده وبيتحزم انت شفتوا عام خالد قالك قالوا لي في تغريدة كان خالد علي فاكرين خالد علي فاكرين خالد علي فاكرين والناس فاكرها انا ما فكركم بيه بس كان فيه صور ليه بس بتجيبوش صور يا جماعة اللي فيها بيحرق اصباعه الاوسط للجمهير ميشي تجيبو الصور دي ارجوك ورلي اسو الراجل خالد علي وحسان بهجت طبعا اللي هو صاحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اللي بينبسق منها شغل باتريك بسرعة الحق الوادي اختفى وبسرعة عاملين اميلات وتغريدات والصور لبين ده حسان بهجت ده حسان بهجت اللي هو رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تدعوه الى المثلية الجنسية او حرية المثلية الجنسية اما ليش دعوه هو ده شغله وكمان احد مؤسسي مدى مصر احد مؤسسي مدى مصر مدى مصر دي انتو عارفين قصتها ايه وعارفين مني بيمول مدى مصر انا بس بقول لك وبسرعة قالوا الحق ايطالي من اصل مصري مسكوه وبدأ كله يتكلم وزارة الداخلية امس قالت ان الراجل ده انا قلت مبارح في هذا الكلام قلت انه ده مواطن مصر اسمه باترك جورجي مش إلزاجة سليمي الراجل ده مش ايطالي مش معناها انه مش ايطالي يعني ياخد على دماغه لا معناها انه محدش له دعوة ده امر وشأن داخلي مصري شأن داخلي مصري شأن داخلي مصري معناها لما يجيش واحد يستطيع يقولك ايه الحمد لله انه مش ايطالي فياخد على دماغه لا لو ايطالي نرجعه ايطالي لو احنا ما فيش مشكلة عندنا على فكرة ايطالي امريكي الماني غيره لا مش هنخش هنرجعه المطاريال امشي خلاص ونبلغ الصفار ومش عايزين لكن بيان وزارة الداخلان بارح اهو بيقول ايه لا صحة لما تدولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة بشأن ضبط ايطالي يدعى باترك فان المذكور مصري الجنسية واسمه كاملا باترك جورجي مشيل زكي سليمان ويتم القبض عليه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه ويحضاره وتم عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه خمستاشر يوما على ذمة التحقيقات ده بيان من وزارة الداخلية على الصفحة الرسمية للوزارة معنى ذلك انه المعلومة اللي بتيجي والبيانة اللي بيجي بالداخلية والجهات المعنية المفروض يقطع لسنة مرويج الشائعات لكن هاي هاتايات كيف يصمت هؤلاء وامامهم صيدة سمين يشتغلوا عليه ويهاجبوا مصر ويتكلموا على مصر تعالوا شوفوا بقى الحاملة الشعواء اللي بدأوا يشتغلوا عليها على مصر من خلالها عشان باترك جورج ميشيل زكي سليمان اولا مكتب منظمة العفو الدولية اللي انا بسميها منظمة العفن الدولية وعلى لسان مديرها ريكاردو نوري قالت ان الناشط الحقوقي يقود جبهة للضغط على الحكومة الايطالية من اجل الافراج عن جورج يبقى الراجل اهو ده الولد اسمه باترك جورج ريكاردو نوري ده بتاع منظمة العفو الدولية بيقول انه انا هضغط على الحكومة الايطالية ان تضغط على مصر الافراج عن الولد طب الحكومة الايطالية ما لها يا ابني ده مش مواطن ايطالي ده مواطن مصر لا ايطالي كنا رجعناه وخلصنا مش عايز نوجع قلب لكن ده مصري ما انفحش اسيبه ما انفحش يدخل البلد من غير تحقيق لانه ارتكب جرائم بيتم التحقيق في هلام ونوري باه بتاع العفو الدولي بقول هل كونه مصري يسمح لسلطات القاهرة ان تفعل ما تريد هل هذا يعني اننا يجب ان نتجاهل قصة باترك تتجاهلها تذكرها تغبط رسك في الحيطة ده شأن داخلي مصري وعندي نيابة عامة محترمة وعندي منظمات مجتمع مدني محترمة وعندي اعلام مصري وعندي وسائل التواصل الاجتماعي مصرية وعندي مؤسسات الدولة المصرية وعندي قضاء مصري كل دول اولى ببترك انه مدرع حقوقه لو ليه حق منك ومن منظمتك صحيفة المانافيستو الايطية دي مقربة من بهاي الدين حاسد بيستضفوكوا اللي شواء بيكتب عندهم المانافيستو بتقول بتشن حملة في ايطاليا لوقف تعاون تجاري او عسكري بين مصر وايطاليا انا بسأل الصحيفة يعني قال لهذا الفجر قال لهذا الحد من الفجر واحد مواطن مصري موقوف وفقا للنيابة القرار النيابة العامة المصرية ما للموضوع وصحيفة المانافيستو بتشتغل لحساب بيدينا حاسد بتقول لها بسرعا وقف فقل كل الاسلحة والحاجات التجارية اللي بين مصر وايطاليا والتعاون التجاري يقف لغاية ما نشوف في موضوع باتريك وكأنه بيدور على شماعة الناس دي هدفها الاساسي ازاء الدولة المصرية او تعكير صفو الدولة المصرية جامعة بولونيا الايطالية اللي بيدرس فيها جورج شكلت لجنة من اجل تنسيق مع مؤسسات التعليمية في مصر ان احنا يا جماعة هنوقف الدنيا معاك ولو انتم ما تلاحظوش باتريك في نواب ايطاليون من اليسار طلبوا باعلان مصر دولة غير امنة للاجانب والباحثين دش النشطاء مصريين وايطاليون مذكرة لجمع توقعات للضغط على الحكومة المصرية الخرجاء الايطالية قالت انها تتابع القضية من خلال صفارة لكن لا حق لها بالتدخل في الشأن المصري دي حملة كبيرة جدا حملة معمولة ضد مصر بشكل كبير جدا ذكرت صحيفة ايطالية اسمها سولو ان هناك صفقة يجب ان يتم ايقافها حتى يتم انتهاء من مشكلة باتريك جورج يعني دي حملة داخل ايطاليا بشكل كبير جدا ضد مش حملة برضا عشانا مش حملة ايطالية مش الدولة الايطالية مش الشعب الايطالي مرتزقة ومنظمات داخل ايطاليا ناس اصحاب مصالح داخل ايطاليا عندهم ادوات وسائل اعلامية بيحاولوا يهيجوا الرأي العام الايطالي للضغط على الحكومة الايطالية للتأثير سلبا على العلاقات بين مصر وايطاليا والمناسبة ايطاليا هي الشريك الاول اوروبيا لمصر تجاريا وايطاليا دي منظمة منظمة العفن الدولية ايمنستا هي قدامنا عاملين مبارح وقفة للهجوم على الدولة المصرية على خلفية القبضة على صاحبنا ادي ادي شايفين ادي المرتزقة دو كلهم ادي الوادي ده مش اخواني يعني انا عايزة فهم بس الوادي اللي واقف ده اللي مكاتب تري باتريك الوادي اللي تنصر ده ايه ده مين ده والنبي الخلقة دي نشوف تابلي كده اعتقد معرفش